معايا عبر الهاتف الآن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رئيس نادي سموحة ماشي بشكل يعني ايه كان بداية جيدة جدا النتائج في الآخر المترجعة ولكن سموحة دايما اسم نحبه في الدول المصري له باع في الكرة المصرية اسم الأسماء اللي تعتبر من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية مهندس فرج عامر يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا أشكر فياتك ربنا يخليك على المقدمة الجميلة دي متحت أمرك ده أنا بس بداية هو ده اللي أنا كنت هتكلم فيه سموحة معودنا منذ لصعوضه للدول الممتاز منه فريق ند فريق كبير فريق ينافس على البطولات فريق يحصل بطولات سموحة بقاله كان موسم كده في تراجع الموسم اللي فات هو اللي كان في تراجع أنا كنتش موجود في النادي أنا طول عمري طبعا في النادي بيني 25 سنة رئيس النادي السنة تنمكوتش في النادي أنا جيت لحقه الفريق لكن هو كان فيه تراجع لكن السنة دي الفرقة ممتازة فرقة كويسة جدا فرقة هتشوفها تعمل نتاج عيلة يمكن صادفنا حظه عيش جدا فمتش الاتحاد سجندري ضع فرص كتيرة جدا من اللاعبين ما كانش فيه توفيق الاتحاد كسب واحد صفر بكرة بنسبة مصبوطة ما كانش فيه اي اخطاء اللي قدراه كده لكن شبوح حضرتك حتى الجوم كان مفتوح لعيمة عندنا ضيعت اهداف غريبة جدا وانفراضات غريبة جدا فده وارد ان يحصل في مباراة لكن اسبوحها ادى تأديا كويسة الماتش الوحيد اللي لعبناها طبعا كده كنا سيئين جدا ماتش الزمالك واعتقد ان احنا طبعا اتهزمنا لان احنا لعبنا قدام الزمالك بطريقة خاطئة لعبنا لعب مفتوح ومنطعش تلعب قدام الزمالك والآله بطريقة مفتوحة وفي نفس الوقت كمان ضع من حسام حسن بيزاد خمس اهداف منهم تلاتة داخل الستة يارضة لكن قدر لو ما شاء فعلت ان الفرقة فيها لعيبة عناصر مبتدة كده فيها لعيبة اتغيرة واحدة اوي يمكن حضرتك شفت الماتش المباراة اللي فاتت لعيبة الغيرة اوي في السن انت شفت احنا عملنا ايه مع فيوتشر امعاب مع زل بعشر لعبين طبعا خبوحة ابل يتحادل ودعم له الفوز ودد طبعا فريق كبير ومليان دجوع فاحنا مستعدين للسنة دي استعداد كويس عندنا لعيبة كويسة كابتن احمد سامي يعني هو طبعا حافظه وعارف وان شاء الله هتجد المستوى يتصاعد من مباراة الى اخرى نحب كده طبعا يا مش مهندس طيب انا الجزيل انت قلتها انه كان سموحها لمفهو ملعبش مباراة مفتوحة او جيم مفتوح مع نادي الزبالي لما اتكلمت انت طبعا بطبيعة الحال مع كابتن اتكلمش في حاجات فنية مع كابتن احمد سامي عندي ثقة فيه وهو راجل كويس ومدرب واعد وراجل ممتاز واسبت جدارة وطبع من تحت دي لعيبة ممتازة جدا لكن دي بلاحظتي انا لكن من الفنيات انا ما بحبش اتكلم مع الكابتن احمد سامي كتير في الفنيات عشان طبعا ايه هو مسؤول عن الامور الفنية واحنا ما بنتحسبش معه مباراة مباراة تنجل من لا يصبح يوارد ان كل اي امسان في الدنيا وارد انه يعني هو جايز عنده تصور معين لكن انا من واقع خبرتي الان اذا بالك ما تلعبش معهم ابدا جيم مفتوح صحيح طيب من واقع خبرة حضرتك عادة نلوم كثير من ادارات الاندية على فكرة تغيير المدربين في وسط الموسم هل نقدر نقول؟ هل نقدر احمد سامي قاعد معي قد احمد سامي بقاله تلت سنة يعني طول ما انا موجود في النادي احنا الحمد لله احمد سامي تألخ مع نادي شموحة يشتغل معي سنتين وبعد على النادي وانا مكنش موقود رجع تاني هو موقود لاخر الموسم والفريق مستقر لان احنا عندنا ثقص فكرة احمد سامي هو رجل من المدربين الممتازين جدا عظيم جدا